الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله وليس إفراطيا أقرباؤه أصدقاؤه من يعيشون معه يعرفونه إنسانا شخصية مرموقة موزونة وسطية لا يجدون في تصرفاته في أقواله إفراطا في شيء أو في شخص ولكن البعض يسميه إفراطيا لماذا ما الجهة التي رأيتم فيه من الإفراط فيها يقولون إنه إفراطي في أهل البيت صلوات الله عليهم في التعامل مع القضايا المرتبطة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتصرف بإفراط شيء ما يرتبط بحب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تحسب أنه في داخله يوجد شيء مشتعل في حب أهل البيت في عدائه لأعداء أهل البيت تجده جمرة تكاد أن تنفجر هذا هو الإفراط في الشعائر الحسينية في الشعائر الحسينية يقف مواقف إفراطية في مصائب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يتكلم كلاما إفراطيا الخلاصة وهو عنده إفراط في أهل البيت صلوات الله مع قطع النظر عن أن هذه الكلمة أساسا غلط إحنا إفراط في أهل البيت ما عندنا لا أقول وأنا أعي ما أقول لا أقول لا يوجد مصداق للإفراط في أهل البيت أقول لا مفهوم للإفراط في أهل البيت مفهوم غير موجود كلمات لا تتناسب مع بعضها نعم يوجد غلو في أهل البيت الغلو في أهل البيت له مصداق واحد فقط كل منحصر بفرد الغلو في أهل البيت هو إدعاء الألوهية في أهل البيت عليه الصلاة والسلام هذا غلو أن نصف أهل البيت عليه الصلاة والسلام بصفات ذاتية علم ذاتي من نفسهم لا من الله هذا غلو فيه قدرة ذاتية قدرة هي موجودة لهم بذاتهم لا من الله هذا غلو الغلو في أهل البيت عليه الصلاة والسلام له فرد واحد فقط ولا غير أما الإفراط في أهل البيت فسر لهذه الكلمة كلمات غير متناسقة ناهيك عن أنه لا مصداق له لا مفهوم له وأظن ببالي أنني مرة وقفت عند شرح هذه الكلمة أنه المفهوم غلاط أصلاً ذلك المرجع المقدس إفراطي في أهل البيت يا أخي ماذا أصلاً إفراطي في أهل البيت كل ما عنده ذلك المرجع والذي أكبر منه والذي أعظم منه والذي أعلم منه والذي أفضل منه خيارة أصحاب أهل البيت الحواريون من أصحاب أهل البيت عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم إفراط في أهل البيت لا أعلى من ذلك أولاد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أولئك الشخصيات التي لا نظيراً لهم في تاريخ البشر أولئك ما وصلوا إلى إفراط في أهل البيت أقول لا مفهوم لها أصلاً إفراط يعني تصل إلى القمة ثم تتجاوز القمة من الذي وصل إلى قمة معرفته إلى أهل البيت من الذي أدى كل حق أهل البيت حتى يكون إفراط عملي الإفراط يعني أكثر من اللازم وصل أحد إلى هذه المرتبة أصلاً إلى القمة حتى يتجاوز القمة فيكون إفراطاً ما هي قمة مقام أهل البيت؟ ما هي قمة العمل في خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ من وصل؟ لا أتكلم عن ذاك المرجع المقدس لا أتكلم عن أبناء أهل البيت عن بنات أهل البيت صلوات الله عليهم وصل أحد منهم إلى المعرفة الكاملة حتى نقول تجاوز أو لم يتجاوز وصل أحدهم إلى أداء الحق الكامل لأهل البيت حتى نقول تجاوز أو لم يتجاوز؟ من وصل؟ لا يمكن أن يصل أصلاً أحد حتى نقول إفراط هذه الكلمة غلط ثم حقاً القضية أحياناً تكون عجيبة يعني الإنسان يستغرب إخواني المرجع الفلاني إفراطي ماذا صنع؟ دافع قليلاً وقف قليلاً للشعار الحسينية مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من نسبة إليه شيء كبير جداً عجيب ملائكة الله وهم معصومون وهم منزهون خرجوا من طورهم في مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ويخرجون من طورهم في مصيبة سيد الشهداء صلوات الله عليه لا أقول خرجوا فقط فيهم عاشراء على مر العصور على مر القرون يخرجون من طورهم اقرأوا الروايات الشريفة عندما تشهق الصديق الكبرى صلى الله عليه وهذا يحصل أكثر من مرة لا أعلم كم كم مرة في السنة يحصل هذا الشيء في مصيبة السيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ملائكة الله تضطرب تخرج من طورها السماوات والأرضون تخرج من طورها الجنة والنار تخرجان من طورهما الروايات الشريفة في هذا المجال تكاد جهنم أن تنفجر تكاد جهنم أن تبتلع الأرض لولا أن الملائكة بعض الملائكة موكلون بها فيحكمون وأحيانا مع هذا الإحكام تفلت نار جهنم فيأتي جبرايل المقتدر جبرايل له قدرات خاصة فيضربها بطرف جناحي حتى يسكتها يا أخي كل شيء يخرج في مصيبة السيد الشهداء عن طوره المرجع الفلاني قال كلمتين هذا إفراد عجيب حقا هذا تفريط تفريط يعني أقل من اللازم كل ما نقوله عن أهل البيت كل ما نفعله تجاه أهل البيت فهو تفريط لا أقول أنا وأمثالي لا أقول ذلك المرجع المقدس وأمثاله لا من هو أعظم منه كله تفريط تفريط يعني أقل من اللازم أقل من الواجب الملائكة أفراطية حشاها يا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يتكلم عن أهل البيت يوجد أعظم من رسول الله يوجد أفضل منه حاشا سادة خلق الله عز وجل كيف يتكلم عن أمير المؤمنين كيف يتكلم عن الصديق الكبرى كيف يتكلم عن أهل البيت هذا الحديث الشريف المشهور الذي روي عن النبي صلى الله عليه وآله بألفاظ عديدة وفي مواقف عديدة إن لم أقل في مواقف كثيرة في أحدى المواقف هذه عبارته المنقول عنه صلى الله عليه وآله طبعا المعاني كلها معنا واحد بألفاظ مختلفة قالها صلى الله عليه وآله في أكثر من مواقف في مواقف عديدة إن لم أقل كثير في أحدى المواقف المروعة عن هذه العبارة قال صلى الله عليه وآله لو كانت البحار مداداً والرياض أقلاماً الرياض البساتين الرياض المقصود يعني الأشجار الموجودة في بعض النسخ والغياض نفس المعنى الغابات لو أن كل الغابات أقلام كل الرياض البساتين والأشجار كلها أقلام والسماوات صحفاً السماوات يعني ماذا؟ أصغرها السماء الدنيا السماء الأولى هذه السماء الأولى التي هي أصغر بكثير من بقية السماوات أصلاً لا شيء نقطة في بحر هذه السماء الأولى هي السماء التي تضمنت حسب معرفة البشر القليلة تضمنت أكثر من خمسمائة مليار مجرة هذا ما يقوله البشر مجرة لا منظومة شمسية وكل مجرة مئات الملايين من المنظومات الشمسية أحياناً فيها هذه السماء الأولى السماء الصغيرة جداً هذه هي السماء التي تضمنت هذا العدد الكبير كم هي كبيرة السماء الأولى؟ والسماء الأولى في الثانية كحلقة في فلات الثانية في الثالثة كحلقة في فلات الرواية الصحيحة في قضية المعراج الثالثة في الرابعة كذلك الرابعة في الخامسة الخامسة في السادسة السادسة في السابعة لو أن كل هذه السماوات صحف أوراق والإنس والجن كتاباً البحار مداد الرياض أو الغياض أقلام السماوات صحف الإنس والجن كتاب لنفد المداد وكلت الثقلان الجن والإنس أن يكتبوا معشار عشر فضائل علي صلوات الله عليه من تكلم هذا الكلام؟ المرجع الفلاني؟ لا رسول الله سيد الأولين والآخرين الذي لا يمتق عن الهوى اللهم صلى على محمد وعلى محمد رسول الله عنده إفراط حاشا حاشا لمقامه إفراط يعني أكثر من الحق رسول الله هو الحق منه الحق يدور الحق معه وعلى فضيلة وفضيلتين البعض يسميه إفراطا عجيب العقول على موقف عادي إفراط هذا لأننا لا نداهن أصغر مداهن مع أعداء أهل البيت لا نقف معهم أصغر وقف نعتبر أي أعداء ولو كان قليلا أي أعداء ضد أهل البيت يردي بصاحبه إلى قعر قعر جهنم هذا إفراط يا أخي انظر إلى الله لا أقول للملائكة لا أقول رسول الله الله عز وجل كيف تعامل مع أعداء أهل البيت مع أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله قضية بظاهرها بمقدار ما نقل لنا قضية عادية حصلت على الأقل ظاهرها عادي الله عز وجل يقف موقفا بشدة إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما اقرأوا اليوم شيء سهل الآيات التي تتحدث عن التوبة كلها كل الآيات التي تتحدث عن التوبة بعدها يوجد وعد بغفران الله سبحانه وتعالى فالله غفور ونرحيم أنثال ذلك إذا تاب المذنب بعد ذلك في القرآن الكريم كل آيات التوبة هكذا بعد ذلك يوجد وعد بالتوبة إلا هذه الآية إن تتوبى إلى الله الله تواب رحيم لا ما قال بل أتاب فوق ذلك إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما لا يوجد لا يوجد وعد بالتوبة وعد بالغفران آية عجيبة جدا التوبة توجب الغفران لا هنا الله عز وجل ما وعد لا أقول مظهر التوبة ظاهر العبارة التوبة الحقيقية اتخذت موقفا ضد رسول الله صلى الله عليه وآله الله ما وعد على الأقل في هذه الآية ما وعد وهي الآية الوحيدة في هذا المجال ثم بعد ذلك الله عز وجل يجيش جيشا لرسول الله صلى الله عليه وآله ما القضية يا إلهي وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تتصورون أن النبي ما عنده أحد لا الله معاه سيد الملائكة جفرائيل معاه سيد البشر أمير المؤمنين صالح المؤمنين معاه والملائكة بعد ذلك ظهير الله عز وجل هذا التعامل بشدة أم لا الآية من 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 المرجع الفلاني تسموه إفراطيا آية من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل على قضية أقول بظاهرها قضية صغيرة لعلى الواقع لا أقول لعلى الواقع حتما للواقع كبير ظاهر القضية قضية صغيرة هكذا يجيش جيشا أفراط في أهل البيت يعني ماذا أفراط في أهل البيت أصلا أهل البيت من هم صلى الله عليه خلاصة كيان أهل البيت عليهما صلى الله عليه وسلم أهل البيت لهم لهم ثلاث جهات كيانهم مؤلف من ثلاث جهات أنوار وأرواح وأجسام أنوار أهل البيت أو نور أهل البيت عليهما صلى الله عليه وسلم هو نور واحد حتى لو عبرنا عنه بالأنوار نور أهل البيت أو أنوار أهل البيت صلى الله عليه مخلوق من ماذا مخلوق من شيء فقط نقول الكلمة نحن لا أقول نحن البشر لا حتى الملائكة حتى سادة البشر للأنبياء لا نعرف يعني ماذا أصلا الله عز وجل خلق أنوار أهل البيت عليهما صلى الله عليهما صلى الله عليه وسلم من نوره نوره يعني ماذا فسر لا أقول أنا وأمثالي لا نفهم لنحن جهلنا كبير لا أنبياء الله ليأتي وليه فسر يعني ماذا نور الله يعني ماذا الملائكة لتأتي وتفاسر أباد شيء فوق هذا المستوى خلق الله عز وجل أنوارهم من نوره هذا خليه عليه كتر خلص هذه الجهة العليا في كيان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الجهة الثانية التالية أرواحهم أرواحوا أهل البيت عليهم صلى الله عليه وسلم مخلوقة من ماذا فiel روايات عن أهل البيت عليهم صلى الله عليه وسلم ما ذكروا ذكروا شئا عجمالية وخلق أرواحنا من فوق ذلك شيء إجمالا شيء عالي خلاص نأتي إلى الجهة الثالثة في كيان أهل البيت أجسامهم الطاهرة أجسامهم مخلوقة من ماذا؟ أجسام هذا الجسم أجسام البشر مخلوقة من هذا التراب حتى الصالحين حتى الخيرة حتى القمة من البشر أجسام أهل البيت عليهم صلى الله عليه وسلم مخلوقة من ماذا؟ رواية من الروايات الشريفة في هذا المجال هذه الرواية الشريفة تكشف أبعاد مختلفة طبعا لا نتصور أنها شيء واحد تكشفه لا تكشف أشياء مختلفة كل رواية تكشف جانبا فيما يرتبط بأجسامهم الطاهرة هذه رواية شريفة في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش أجسامهم لا تتحملها التربة المادة هذه التربة الموجودة على الأرض لا يمكن أن تجعل مادة أجسام أهل البيت ليست الأنوار وليست الأرواح الأجسام هذه التربة لا يمكن أن تتحمل أن تستوعب تلك المادة الله عز وجل جعل تلك المادة في مكان ثاني رواية الشريفة في الكافي الشريف المجلد الأول صفحة 387 الحديث الثاني والثالث حديثان تقريبا المضمون يعني تحقيقا المضمون واحد الكلمات فيها اختلاف قليل إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من ماء تحت العرش الله عز وجل وأودع أجسامهم في تلك المنطقة في ذلك المكان في ذلك الماء فيأخذ هذا الملك من ذلك الماء فيسقيها أباه أبا الإمام فمن ذلك الماء يخلق الإمام صلوات الله عليه إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام فإذا ولده ولد الإمام بعث ذلك الملك في بعض النسخ بعث الله إليه إلى ذلك الملك الذي أخذ الشربة فيكتب بين عينيه هذا الملك يأتي يكتب بين عينيه الإمام بعد ولادته فيكتب بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فإذا مضى الإمام الذي قبله ورفع الله لهذا الإمام بكل بلد منارا من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق فبهذا يحتج الله على خلقه في هكذا شخصيات ممكن الإفراط أصلا ممكن يتصور شخصية أنوارهم لا أرواحهم لا أجسامهم هكذا أقرأ حديثا شريفا نختم به الكلام هذا الحديث إجمالا سمعتموه أو الأحاديث المشابه لهذا الحديث الشريف الحديث الشريف حديث بسند موثق في معاني الأخبار لشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن آضائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلق نور فاطمة قبل أن تخلق الأرض والسماء اللهم صلى على محمد وعلي محمد فقال بعض الناس هذه حاجة إلى شرح أنا بسرعة أقرأه فقط هذا الحديث الشريف أقرأه بسرعة فقال بعض الناس يا نبي الله فليست هي إنسية إذا خلقت قبل خلق آدم إذن هي ليست إنسية ليست من ناس الآدم فقال صلى الله عليه وآله فاطمة حوراء إنسية قال ذلك البعض يعني يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية يعني ماذا قال صلى الله عليه وآله خلقه الله عز وجل من نوره هذا النور اللهم صلى على محمد وعلي محمد قبل أن يخلق آدم إلى أن يقول صلى الله عليه وآله إلى أن يقول الإمام عليه الصلاة والسلام نقلا عن تلك القضية قيل يا نبي الله وأين كانت فاطمة هذه في مرحلة تالية في مرحلة الأرواح قال صلى الله عليه وآله كانت في حقة تحت ساق العرش كما ذكر أيضا في ذلك الحديث الشريف قالوا يا نبي الله فما كان طعامها قال صلى الله عليه وآله التسبيح والتهليل والتحميد فلما خلق الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يبين شيئا هؤلاء يسألون بالوسط الله يحال فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه وأحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي جعلها تفاحة في الجنة وأتاني بها جبرائيل فقال لي السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد اللهم صلى على محمد وعلي محمد قلت وعليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرائيل فقال يا محمد اللهم صلى على محمد وعلي محمد إن ربك يقرأك السلام قلت منه السلام وإليه يعود السلام قال يا محمد اللهم صلى على محمد وعلي محمد إن هذه تفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الجنة فأخذتها وضممتها إلى صدري الشيء الذي يحبه الإنسان كثيرا يضمه إلى صدره قبل أن يخلق جسم فاطمة كانت روحها في التفاحة هذه التفاحة النبي صلى الله عليه وآله أخذها ضمها إلى صدره قال جبرائيل يعني يا محمد اللهم صلى على محمد وعلي محمد يقول الله جل جلاله كلها كل هذه التفاحة ففلقتها فرأيت نورا ساطعا ففزعت منه اللهم صلى على محمد وعلي محمد فقال يعني جبرائيل يا محمد صلى عليه وعليه اللهم صلى على محمد وعلي محمد ما لك لا تأكل كلها ولا تخف فإن ذلك النور المنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة اللهم صلى على محمد وعلي محمد قلت حبيبي جبرائيل ولم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة قاله سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار اللهم صلى على محمد وعلي محمد وفطم أعداؤها عن حبها وهي في السماء المنصورة وذلك قول الله عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء يعني نصر فاطمة لمحبيها ممكن في هكذا شخصيا الإنسان يكون إفراطيا هدية من الله عز وجل لمن إذا كانت هدية من الله لإنسان عادي فهي عظيمة فكيف إذا كانت الهدية لأعظم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى الروايات الشريفة والآيات القرآنية سمتها عطاء أن أعطيناك الكوثر سمتها هدية كما في هذا الحديث الشريف سمتها تحفة تحفة من الله لرسول الله ما هذا التحفة هذا ممكن أن يكون الإنسان إفراطيا أصلا فيها يقول شيء أعلى أعلى من ماذا إفراطي في أهل البيت ما عندنا لا أقول لا يوجد مصداق وأكد لا يوجد مفهوم صحيح لهذه الكلمة كل ما عندنا فهو تفريط تفريط يعني أقل من اللازم يعني أقل من الواجه أبارك لكم الذكرى السعيدة المباركة العطرة العظيمة لنزول هذه التحفة الإلهية هذه الهدية العظيمة هذا العطاء الإلهي ذكرى ميلاد الصديق الكبرى سيدة النساء العالمين روح رسول الله فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نسأل الله سبحانه وتعالى بحقها أن يزيدنا بها معرفة أن يزيدنا بها إطاعة أن يزيدنا بها حبا أن يزيدنا بأعدائها بغضا اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة